مرحبا أصدقائي شلونكم أتمنى تكونون بخير أنا الحمد لله بخير أنتو هس صارنا اسمنا حبايب هند فحبايب هند ياهل أبيكم واللي مو حبايب هند خلي صيرون نضمون العائلة حبايب هند يشتركون بالقناة بضغط على زر الاشتراك الأحمر وحبايب هند هم ضغطوا على هذا الزر زر الاشعارات حتى يجيكم الفيديو أول ما ينزل والليوم الفيديو رح يكون عن شلون أنا ضعفت ولو اليوم زايدة 800 غرام عن الأسبوع الماضي بس عادي عادي تنزل هاي 800 بس أنا ضعفت بس أريد أثبت وزني جاي أحاول أوجد طريقة شون أثبت وزني بها يعني أنه أغير التمارين أغير ما أدري أشوف شون يعني أقدر أثبت وزني لا تخافون من الزيادة إذا زدتوا شوية ما يخالف أنا بالسبع دي رحلة تخص عطلي للوزن شانت هتشي نزلت 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 زدت نزلت 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 زدت فهمتوا شون؟ فيعني لا تخافون لا تخافون من هذا الشي أنا ما خايفة عادي ما دام ماشية صح ما دام أكلي صح ما دام تماريني مضبوطة فيعني ما خايفة المهم شلون نحفتي ليش ما تقلليننا ليش ما تكتبيننا ليش ما تعلميننا إحنا هريت ننحف إحنا صار وزني زايد قد نحف يلا بسرعة قلليلي شوز نحفتي بسرعة أو الشي ماكوش اسمه نحفتي بسرعة أنا ما نحفتي بسرعة أنا نحفت ببطء شديدهم مو بسرعة ماكوش اسمه تنحف بسرعة هاي شيدوها من بالكم ماكوش اسمه خلطة سحرية ماكوش اسمه كمون وكزبرة وتحطوها وتشربوها ماكوش اسمه شنو بعد حباية تبلعوها تضعفون ماكوش شي إذا تريد تضعف قرر اليوم قبل باطر أنه أنت رح تلتزم ورح تضعف ورح تتمرن ورح تاكل الأكل صحي قرر اليوم قرر هذا القرار إذا تريد تضعف لا يضحك عليك واحد يقول لك هذا الشاي يضعف أو ما أدري الخلطات السحرية لا يضحك عليك أحد أنت لازم تتعب على نفسك حتى تضعف لازم حتى تضعف تغير نظامك الغذائي وتغير تمارينك أو تتمرن تبدي تتمرن اللي هو يمكن أنت ما تتمرن هو على السر نظام غذائي تمارين أنا شلون بديت أنحف شلون قررت أنا أول شي ماكوش عندي فكرة عن التغذية الصحيحة أبداً ولا كنت مقتنعة لازم أغير أكلي أكل نفس الأكل وأتمرن سجلت بلجم تاريخ 21-2-2017 كان وزني وقتها فوق الـ 65 يمكن واصل الـ 70 الله أعلم ما وزنت بوقتها بس كارها جسمي كارها كرشي كارها دهون اللي شالتها وكارها النفس الصعب اللي كنت أتنفسه والحركة الثقيلة اللي كنت أتحركها كنت كارها هذا الوضع فخطيت الخطوة الأولى أنه سجلت بالجم وظليت أتمرن يومية تمارين قاسية وأعرق ويومية يومية أتمرن بس شنو أكلي ما غيرت أكلي هو هو أرجع من الجم أروح للمطعم اللي أنا أحبه أكل الوجب أد سم وجبة بالمطعم الدم الأول والتالي واكل آيس كريم طبعاً أكيد ما راح أضعف على هذا النظام بعدين فكرت جدت لازم أغير أكلي طبعاً تغيير الأكل حتى لا تملون خليه بالتدريج ما يخالف بالبداية لا تغيرون أكلكم ما يخالف بالبداية نغلط بس خلي تغيير الأكل يصير بالتدريج إلى أن توصلون للمرحلة بعد أنتو كل أكلكم صحي ما ملانين من هاي الحالة أول خطوة بتغيير الأكل الآن أخطيتها أنه قطعة السكريات المضافة يعني قمت السكر أكل فواكه الفواكه بها سكر هذا هو أشرب حليب الحليب بسكر هذا هو يعني ما أجيب وحط سكر مثلاً خشوقة السكر بشاي أو مثلاً أكل كيكة بيها سكر يعني ما أستخدم الأشياء اللي بيها سكر مضافة هاي أول خطوة أخطيتها قد خليه قطعة السكر وخليه شوف شي يصير على قطعة السكر هذا نقصت على بس قطعة السكر لأن من قطعت السكر بدت شهيتي قل كنت قبل أشتهي هواية وأجوع وأكل ما أحرم نفسي بصراحة كنت ما أحرم نفسي أجوع وأكل بس من قطعة السكر الشهيتي بدت قل وهذا شي حلو بس هذا موش شي المثالي موش شي المثالي أنه نقطع السكر وها هي ونظل على الأكل الغير صحي لا لازم هذا المهم نظل نبني يعني عداد جيدة فالعادة الثانية جيدة اللي بنيتها هي أنه ظليت أضيف خضروات الأكلي الفطور بخضروات الغداء بخضروات العشاء بخضروات ما أحبها أنا بصراحة الخضروات ولا أشتهيها بس لأنه مفيدة ضفتها الأكلي هاي الخطوة الثانية اللي خطيتها وأيضا نزلت وزن على هالخطوة هاي لأنه شهيتي تحكمت بيها قلت الشهية فقل الأكلي فنزلت وزني بدون ما أحس بس هل هو هذا الشي المثالي؟ لا طبعا مو هو هذا الشي المثالي أنه بس نقطع السكر وبس نضيف خضروات الشي المثالي أنه نسوي نظام غذائي هذا هو الشي المثالي هو هذا الشي اللي اشتغل وياي صح هذا هو الشي اللي خلى عضلاتي تبين وخلى جسمي يصير أحلى وأرتب هو هذا الشي طبعا ما أخفيكم سر أنه كابتن إيهاب من قناة إيهاب فتنس هو اللي يحط لي النظام الغذائي الخاص بيه يسوالي جدول تمارين خاصة بيه بس مع ذلك تقدرون أنتوا أيضا تتمرنون بدون ما يكون عندكم كابتن خاص بيكم المشرف عليكم وطبعا كل الشكر له للكابتن إيهاب خلاني أبدي برحلتي وساعدني كلش كلش هواية يعني أنا أنتُ أحس بيكم من تقولون أوه يريد أقطع الأشياء الطيبة يريد أو أغير أكلي أحس بيكم أنا أحس بيكم بس.. إذا أتريدون إضافون إبدواها بهاي الطريقة اول شي سجلوا جم هذا تماريني يحرق السعرات وبعدين عندك لازم تسوي تمارين تبني عضل لانه ما يصير بس تحرق دهون لازم اهم تبني عضل لان انت من تحرق دمون راح تحرق عضل لازم تبني العضل اللي حرقة فاهمتشلون فاشتري لك مطاط هذا المطاط هذا اسمها بالانجليزي resistance band طلعون هذا الاسم تشتروها تروحوا لمحلات الرياضة تشترون اشكال وانواع المطاطات مو بس هذا النوع اكو انواع ثانية بها يدات يعني تشتري لك مطاطة وبالبيت تسوي تمارين الحديد يطلع بالنت يكتم resistance band exercise أو work out تطلع لك اشكال تمارين هاي اذا انت ما عندك امكانية تروح للجم واذا عندك امكانية اروح للجم سجل بالجم هاي الخطوة الاولى خطوة ثانية نبدي نغير عاداتنا الغذائية اللي ما يشرب ما يظل يشرب ما يهواي اللي يأكل حلويات واشياء به سكر ياد يقلل السكر الى ان يقطع يقطع السكر نهائيا اللي ما حب الخضروات يبدي يضيب خضروات الاكلة هاي غيرنا عاداتنا الغذائية بعدين من تتعودون على هاي العادات الغذائية يلا تسوون برنامج غذائي طبعا انا مو خبيرة التغذية وانا واحدة منكم مبتدئة حالي حالكم يعني انا مثلكم فاكو نظام غذائي بنزل كابتن ايهاب على قناته رح اطل لكم رابط النظام الغذائي هما اربع فيديوهات او خمسة رح اطل لكم رابط كلها لهذا النظام الغذائي تتابعوه وانتم غمضين اوكي وانتم غمضين هاتشي تتابعوه النظام الغذائي لقناة ايهاب فتنس نظام ممتاز النظامي هسا اللي انا ماشي عليه قريب من هذا النظام اللي موجود بصندوق الوصف هم يعني انا هذا النظام رح تشوفوه هسا رح تشوفوه انه بالنهاية رح اخليكم تتمرنون مثلا يومين حديد والباقي كارديو بأيام الحديد تاكلون ثمان هذا كله انا قاعدة سويه هسا انصحكم تتابعوه النظام الغذائي هذا اللي رح يكون موجود بصندوق الوصف هذا هو نظام غذائي هاي ثالث خطوة او رابع خطوة سويناها انه نحط نظام غذائي ونمشي عليه وما نتكاسل ونحاول قدر الامكان انه نمشي عليه ابدا ما نخربط ما نخربط ما نريد نخربط اكو وجبة مفتوحة بالنظام الغذائي ننتظرها بفارغ الصبر بالوجبة المفتوحة نخربط بس ما نخربط بالأيام العادية ما نتسلل المطبخ بالليل وناخد بسكتايا ونحطها بحلقنا رح يخرب النظام الغذائي عليكم فهي الخطوة الأخيرة انه تسويون نظام غذائي مع التمارين ورح تضعفون انا ضعفت انا قدرت انتم ما تقدرون اكيد تقدرون مية بالمية تقدرون هسه اليوم اريدك اليوم تبدي اليوم سجل بالجم او تمرن بالبيت اليوم اريدك تبدي تمرين اكو موضوع بعض الناس تحسب سعراتها يعني الجدول المعلومات اللي موجود على غلاف المواد الغذائية ياخذون الرقم السعرات ويحسبوه هاي الطريقة ما اعتبرها صحيحة انا يعني نوعية السعرات لازم نعرف هي شنو مو بس نحسب السعرات مو ناخذ اكلة بية ميتة غرام سكر ونحسبها سعرات هذا السكر هذا يتخزن يعني بجسمكم ما ينحسب سعرات مثل سعرات الدجاج مثلا او مثل سعرات الخضار اكو فيديوين عن موضوع السعرات رح يغير تفكيركم عن السعرات ورح يغير نظريتكم انا كانت نظريتي عن السعرات غير شن تعبالي اي اوكي ها اشقد مكتوب عالبيتزا خمسمائة سعرات يلا احسب خمسمائة سعرات بس طلع غير الموضوع طلع غير على قناة اسمها وسيم فتنس رحطوكم الروابط ما الفيديوين هدول صندوق الوصف حتى بس تفهمون شنو يعني سعرات وشون لازم نحسبها يا صح لازم نحسب سعراتنا بس شون يعني شنو نوعية السعرات اللي رح نحسبها اكيد ما رح نحسبها سكر يعني او مثلا خبز ناكل صمونة شبيرة ونحسبها سعرات هاي دمار شامل انصحكم هسا قبل لا تبدو رحلتكم تشوفون هدول فيديوين حتى هيتش تاخدون شوية ثقافة عن موضوع السعرات بالنسبة لاخصائيين التغذية للأسف للأسف اكو هواي اخصائيين تغذية ياخدون فلوس من المريض او من الزبون قدموا له نظام غذائي تعبان والزبون تخرب صحته وهم اللي يخربوا له صحته انا بالنسبة لي ما اثق باخصائيين التغذية يعني اريد اتعلم انا اريد اغلط ما يخالف اغلط واتعلم من اخطائي ولا انه اسلم صحتي الواحد انا ما عرفه وما عرفه شنو سوى بمرضة او بزباينة يعني مرة شفت اخصائي تغذية على الانستغرام اقل لك انا مسوقي برنامج غذائي ادفع فلوس السعر الفلاني وانطيك البرنامج وهذا البرنامج يخليك تاكل اللي تريده ما اكل اللي تريده بيزا بيبسي ما بيبسي كل شي تاكل يعني احنا هو ما جاء باختراع من عنده اذا اذا راح يوكلنا كل اللي يريده يعني شنو فائدة النظام الغذائي اذا انت راح تاكل كل اللي تريده وتحسب سعراتك او ما ادري شنو يعني يعني ما عارف شنو فيلمهم لا تثقون بقى يا حد اذا حبيتوا تحطون اخصائي تغذية يعني شوفوا الاخصائي شوفوا صور قبل وبعد للزباين ما لاته شوفوا البعد بعد كم مدة صار هالقد وزنه اذا مدة قصيرة هذا يدير بالكم منه اما اذا مثلا مدة طويلة ومثلا من البعد باني جسمه عنده عضلات ديتش الساعة هذا تثقون به فياني اللي يريد يحط اخصائي تغذية يدير باله من هالناحية مو اي اخصائي هو اخصائي صحيح طبعا بالنسبة للأكل لازم نتعلم ناكل الأكل مثل ما الله خلقها مو مهروس ومطعوج ومعجون محطوط لخلطات مثلا ومسوّة ومزروّق هذا مو اكل طبيعي او مثلا يعني شون اشرح لكم الكيك مثلا هذا الاكل مصنع كيك مصنع لازم انت تاكل شي مثل ما الله خلقت تشوفها قدامك بيضة هتشي مثل ما الله خلقتها الفواكه مثل ما الله خلقتها تاكلها مو تروح تشتري عصير فواكه حط عصري لك اياها وعجني لك اياها وحطي لك علىها اضافات ومادري مادريش مخبصين بيها فهمتوا شلون صرت كلما اروح لستيبر ماركت اشوف اكل مصنع كيك واشياء طيبة بسكويت وهالاشياء المصنعة اشوفها اضاع لها بحسرة بس الف وجي عنها واروح التجيه المكاني اللي هو الاكل الطبيعي الحقيقي اللي الله خالقه من نتعود صعب نقطعها هاي انا اكد لكم اياها يعني هسان وصعب صعب اقنع نفسي انو اروح اشتري بسكت وآكل انو خلاص تعودت على الاكل الطبيعي اوكي نقطة ثانية عدم الاستسلام اليوم خربنا الرجيم لسبب ما شنو صار بحياتنا حفلة عزيمة خطوبة زواج وملا nope بلاك اسم الله ايا كان السبب خرّبنا الرجيم اليوم خلاص من باتر نقعد من النوم نرجع للرجيم خربنا البارحة خلاص ما نخربه اليوم الثاني و الثالث والرابع و يجر يوم semana و يجر يوم و يكرب الرجيم كلها لا خرب يوم واحد اوكي اليوم الثاني خرّبت البارحة اليوم الثاني أرجع تاستسلم واصل طريقك باو و هاي السيمينة باو اشلون صارت باو مو صعبة على أي أحد أنه يخسر وزنه وما يستسلم يخسر وزنه بطريقة صحيحة وصحية بالنسبة إلي من شنت بالعراق سجلت بالجيم أذكر بوقتها ما شنت سمينة بس شنت رشيقة يعني بس شنت أريد مثلا أحافظ على رشاقتي أو أحسن من جودة حياتي ما أدري للسبب لماردة أمارس الرياضة فرحت سجلت بالجيم كل النسوان اللي يجون للجيم شان جيم يعني مو مختلط نسوان بس وكل النسوان اللي يجون للجيم يعني أوزانهم كل واحدة زايدة فوق خمسين كيلو وجايين اللي يضعفون بس أنا الواحدة اللي شنت رشيقة فشان دائما دائما من أروح دائما يجون يقاطعوني بالتمرين يقولوا لي أنت شنو أنت ليش جاي للجيم أنت ضعيفة أنت مو هذا مكانج أنت روحي لوحي لبيتكم أكلي أنت تأكلين أنت شنو تعكلين هتشي كان كلام مو إياي حتى أنا مليت يعني مليت شهر كامل أنا مسجلة بالجيم هم هذا الكلام موياي حتى أنا شهار وقطاعت خلاص بعد بطلت من الجيم إنه ضجت يعني شنو هاي ديش تجيل يقولولي ديش يعني مستكثرين علي إنه ألعب رياضة فإذا أنتو مثلا قاعد تروحون للجيم يحبطوكم ما يشجعوكم ومثلا أنتو وزنكم زايد شوية وتريدون حافظون على وزنكم الصحي أو تنقل اللون شوي من وزنكم شوية مو غلط إنه تروحون للجيم إذا جوا ضوجوكم ولا ضوجون حاولوا إنه لا تسمعوا لهم يعني أنا غلط لجينة إنه سمعت لهم بس يعني أكو ناس عدهم أفكار خطأ عن الرياضة عبالهم بس يعني بس سمين لازم يلعب رياضة حتى يضعف ومن يضعف خلص الرجيم بعد خلاص يبدأ ياكل الأكل الغير صحي وما راح يسمن عبالهم هتش يعني أكو ناس الخطوة اللي وراها لازم شي تسوون لازم تلغون متابعتكم من أي فاش نيسم سوي عملية شفط دهون يعني أنا واحدة أحب الفاش نيستات ومتابعة كذا فاش نيستة بس من بديت رحلتي ما أريد ألوث عقلي الباطن لهاي بتدخل بعقلكم الباطن إنه هاي دنيا من هي هاتش شكلها وخصرها رفيع وبعدين طب يعني هي لا رشيقة ولا محفظة على جسمها ولا تسوي رياضة بس مسوي عملية شفط دهون لبطنها فصير يعني خصرها هالرفعة لنو شال الدهون فهاي بتدخل بعقلكم الباطن إنه هاي الصحة وإنه هاي هي المثالية تضلون الضوجون يعني فليش تلوثون عقلكم الباطن بهاي المناظر؟ حتى لو أنتوا تحبوها هاي الفاش نيستة أنا لغيت متابعتي من الفاش نيستات اللي أحبهم اللي مسويات عملية لايبوسكشن وتابعت فاش نيستات الحقيقيات اللي ما لعبين بخلقتهم هاي فاش نيستة مثلا ما لعبة بخلقتها ولو يعني جوزة هي مسوية عملية وأنا ما أدري جوزة تقولوني لا هاي لعبة مسوية فلر مسوية كذا المهم يعني هاي الفاش نيستة جسمها ما اعتقد لعبة بها ما مصريع يعني شفط وهذه السؤاله فأنتو تابعو الفاش نيستات بالإستغرام أنا أدري بكم أنتوا البنات تحبون الفاش نيستات أنا واحدة منكم أحبهمهم تابعوا الفاش نيستة الحقيقية إلغوا المتابعتكم من أي واحدة بسرعة للشفط الدهون أي وحدة حتى لو تحبوها هاي صحاتكم بالنهاية هاي عقلكم الباطن لازم تهتمو لشنو تنطو لا تنطو هاي المناظر لا هاي تلوث نظري يعني تلوث هذا تلوث هذا المنظر هذا تلوث يعني الخطوة اللي بعدها تقفون نفسكم بمجال الفتنس تابع قنوات فتنس رح نطيكم اقتراحات بصندوق الوصف كابتن إيهاب فتنس هذا الكابتن اللي يعني أشرف على تدريبي إلا كل شكر طبعا كل التقدير قناتها ممتازة بها هواي معلومات تقدرون تستفادون منها وتشوفون الفيديوهات اللي عنده وعنده نظام غذائي مجاني هسهم رح حط لكم جوه النظام الغذائي اللي رح تمشون عليه بعدكم ما هو قنوات فتنس رح حط لكم هاي الاقتراحات مالتي بصندوق الوصف وأكوهم قنوات أجنبية للفتنس تقدرون تتابعوهم يعني حاولوا انه تشوفون اكثر من واحد داخلوا بمجال الفتنس وسمعوا آراء كل واحد منهم واخذوا الرأي اللي يعجبكم او اللي تطبقوا على نفسكم وتشوفوا صحيح يعني مو كلهم رح يتفقون أنا مثلا شفت واحد فتنس قال منتاكلون وجبة مفتوحة رح يخرب نظامكم بس ما يعني ما آمنت بفكرته وجوه صغيرة يؤمن بفكرته أنا بالنسبة لي آمنت بالفكرة الثانية اللي تقول منتاكلون وجبة مفتوحة رح تضعفون يعني مثل ما تحبون تشوفون بنات مثلا ميكوب توتوريال أو أولاد تحبون تشوفون فيديوهات قيمينج مقابل كل فيديو قيمينج انت شوفه شوف قناة فيديو فتنس يعني خليها هاي عادة عندك يومية مو انت شفت قيمينج مقابل القيمينج يعني هم شوف فتنس حتى سجلوا بدورات تغذية أنا يعني سجلت بدورة بس بعدني ما داومت بيها بعدها ما بدت الدورة بس انه سجلت يعني خلي شوف خليت ثقف خلي ثقف نفسي قدائيا خليه أعرف شنو جاي يصير جوه جسمي خليكم تريدون تعرفون مو بس تريد ضعفون أريد أوعف وأريد أعرف أريدهم اثنينهم والنصيحة الأخيرة تحلى بالصبر ماكوش يجي بيوم وليلة ماكوش يجي بسهولة أنا هاي صورتي قبل سنة بالضبط من اليوم وهاي صورتي بعد سنة من هاي الصورة باول فرق بين الصورتين فهاي السنة كاملة سنة كاملة أنا أغلط وأتعلم من غلطتي وأتمرن أتمرن وما أستسلم أتمرن بدون خسارة وزن دس ما أستسلم وأغلط بالأكل وصحح الغلطة وأغلط وصحح وأغلط وصحح بالأخير من تبعت النظام الغدائي هو هذا الصح لا تنقهرون إذا زاد وزنكم أنا واحدة من الناس مني ينقص وزني يزيد كيلوين يرجع ينقص 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 يرجع يزيد كيلوين يرجع ينقص عادي إذا زاد شوي هس أنا وزني زايد 800 غرام زايد بس يعني هل راح أزعل لا ما راح أزعل عادي يعني راح أنقصها 1800 غرام أنا مستمر رياضة ومستمر بالأكل الصحيح ما راح أبقى أزيد 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 لا أكيد راح أنقصها هاي اللي زادتها تحلوا بالصبر تحلوا بالإرادة راح يصير عادكم ضيق بالوقت راح ما تعرفون شون تنظمون وقتكم من تبدون خصوصا النظام الغدائي لازم تطبخون نفسكم لازم تقعدون الصباح تتمرنون لازم تتمرنون العصر مرات يعني راح تصير لخبطاعتكم شوي بس بس اللخبطة هاي تسوى والله صحتكم تسوى فقدموا النفسكم الأفضل هي هي نصيحتي تابعوا ايهاب فتنس أريدكم من اليوم ما تشيط تكسرون حسابه متابعات كتبوا ايهاب فتنس نريد نهجم على حسابه فلنا نهجم نكتب حبايب هند حبايب هند نريد نسوي عنده بالتعليقات نكتب حبايب هند أوكي وعد وعد لا تنسون تشتركون لايك نشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي مع السلامة موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة